اشتركوا في القناة تعمل وزارة الصحة لجنة الصحة النيابية شو بيقولوا الدكاترة اليوم والاطباء الاختصاصيين بالامراض الجرثومية لحتى يوعوا الناس حتى يحافظوا على صحتهم وتبقى الكوليرا بعيدة عنهم هيدا اول عنوان رح نحكي اليوم مع ضيوفنا الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للامراض المعدية والجرثومية دكتور زاه الحلو ورح ينضم لنا عضو لجنة الصحة النيابية دكتور اليوم عبد الرحمن البسري تاني عنوان ملف الصناعة نحن اليوم عاولين على ملف الصناعة اللبنانية لانقاذ الاقتصاد فيه بالموازنة فيه عنوين بتشجع كتير الصناع الزيعيين وطلعوا جمعية الصناعيين بيان رحب فيه بالموازنة شو عم تعمل وزارة الصناعة ماذا عن المصانع الغير مرخصة المنتشرة على الاراضي اللبنانية التهرب والتهريب غيرها من العنوين رح نحكيها مع ضيفنا وزير الصناعة بحكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشيكيا قبل ما نبلش هالعنوين خلينا نحكي عن لعبة الدولار المستمرة على غربها وأهل الدولة بس عم يكتفوا بعد الأرقام هبوطا وصعودا ليش ما بينوضع حد للمنصات اللي عم تلعب بالدولار وأهل السياسة منهم والمصارف وكله عم بيلعب بعدهم عم بيتعاملوا المعنيين بملفات وأزمات متلاحقة بحبة أسبرين بوقت المطلوب جراحة سريعة لعمليات إصلاحية منتظرة ووضع قطار الإنقاذ على السكة السريعة اليوم حرب الإبادة الدولارية ضد اللبنانيين مستمرة طالما المسؤولين بعضهم عم يسرحوا وميمرحوا هم الهيين بمواضيع تانية ليحموا حالهم وأيضا بالمقابل عم بيصير فيه إمعان بالتنكيل بالشعب المغلوب على أمره بوحة الحناجر من كترة الصراخ والعواز بالمواضيع الاجتماعية على كل حال ما بيموت حق وراء مطالب وحق اللبناني بالعيش الكريم مقدس فانتبهوا كتير منيح وتحسسوا رؤوسكن يوم الحساب لبدأتي بيوم من القيام هلأ اللي قتت لعنا الكوليرا نحن ما لحقنا خلصنا من كورونا إلا إجت الكوليرا من وين إجت يا تورا؟ هل هي محلية أم مستوردة أم نص هيك ونص هيك؟ هل إجتنا من سوريا؟ كيف عم تشتغل الدولة اللبنانية للحد اليوم من الكوليرا وانتشارها؟ لأنه بكفي المستشفيات ما عندها القدرة الاستيعابية ومش قادرين الناس يدخلوا على المستشفيات على الخط مباشرة الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض المعدية والجرثومية الدكتور زاهل حلو أهلا وسهلا فيك أهلا فيك نعم علي يعطيك العافية أهلا يعافيك شكرا لألي يعني عم تتطور الكوليرا عندنا هل في خطر أنه من انتشار سريع لهالوباء برأيك دكتور؟ يعني إذا ما اتخذت إجراءات اللازمة سريعا أكيد فيه لأنه المعروف أنه الكوليرا سريعة الانتشار يعني هايدي المشكلة فيها هلا إذا على بكير اتخذ الإجراءات اللازمة فينا نحد من انتشارها وما خليها توصل لكل المناطق اللبنية لأنه هي بالوقت الحاضر محصورة بمنطقة عكا وعم تقول المصدر من وين الأرجح أنه المصدر من سوريا لأنه كان فيه حالات عديدة بسوريا بالفترة الأخيرة ونعرف أنه صار فيه وباء باء سوريا والإصابات بلشت بالمناطق القريبة من سوريا على الحدود السورية اللبنانية بعكار وصارت انتشر بالمنطقة هنا فيعني الأرجح أنه المصدر منه بس نحن عنا أرض خصبة دكتور زهل حلو لانتشارها عنا الأمن الغذائي عنا أرض خصبة بأدة أسباب لأنه أول شيء نفايات ما بتعرف أنه ما كان متراكمة وبعد ما عم بيكون في حل لأزمة النفايات بعدين مياه الشرب يعني اللي هي أكتر وسيلة لنقل الوباء كمان من فيكت مناطق كتير الماء من نظيفة في مطارح المشاريع بتوصل على المي يعني كمان هيدا بيأثر كتير لأنه منعرف أنه الكوليرا بتنتقل بالبراد بالخروج وبالمي الملوسة وبالعطعمة الملوسة بمياه كمان ملوسة فطريقة النقل الوحيدة هي هالطريقة يعني ما بينتقل مثلا مثل الكوفيد بالنفس أو شيء لأ أبداً هذا الشيء مش موجود الكوليرا بتنتقل بالأكل بالمياه الشرب المنع نضيف فيه وبنتنتقل كمان أكيد بالإيدان اللي هي وسيرة كتير كبيرة لنقل البكتيريا الكوليرا اللي بخصوة فيبريوكوليرا نعم دكتور زاهل حلو اليوم يعني فيه غياب ما بنعرف إذا كبير ولا لأ للتلقيح يعني وهيضا كمان سبب أساسي لانتشار وباء الكوليرا يعني فيه كتار من الأطفال مش عم بيتلقحوا نتيجة الغلاء مش قادرين روحوا عند الطبيب وكمان يمكن اللقاحات مش عم تكون موجودة بشكل كامل بالمراكز الصحية الأولية نعم بالنسبة لبقية اللقاحات صحيح العبدالي بالنسبة للكوليرا هو صلى زمان ما صار فيه وباء كوليرا يعني من زمان كتير يعني مش نيك ببقى عن يتلقحوا للكوليرا لأنه كان غائب هالوباء صار له فترة طويلة هلأ رجع مؤخرا بسوريا هو أكيد نتيجة عدم يعني عدم النظافة يعني وقتا بيكون فيه نقص بالنظافة بينشأ الكوليرا مش نهيك سألوا فترة طويلة كان غائب هلأ رجع بعد غايبة طويلة وما كانوا عم يعملوا لقاحات لأنه ما كان فيه زملة له لأنه غايب من زماني ايه بس اللقاحات بشكل عام دكتور هلأ أشير في لقاحات هلأ أكيد ايه بس بشكل عام اللقاحات بتأمن المناعة غير لقاحات كوليرا بتأمن المناعة واليوم لأنه فيه غياب للقاحات مثل ما قلنا بسبب الوضع الاجتماعي والصحي وغيره فيه كتر من الأطفال مش عم يتلقحوا يعني بتصير المناعة قليلة مش هيك صحيح صحيح نعم طيب اليوم أنا رجع رجع أقول أنه بالنسبة للقليرا ما كان عم يصير فيه بالبروغرام طبعا لقاحات لقاح الكوليرا لأنه كان غايب من فترة كتير طويلة نعم طيب شو هي العوارد يعني اليوم كل ما إنسان هيك علي تحرارته بنقول يا الله ممكن يكون كوليرا شو هي العوارد تحديدا لنحن نعرف إنه منصبين بالقليرا الكوليرا بيعمل أكيد إسهال واستفراغ وبينشف الجسم خاصة عند الأطفال وعند الكبار بالسن كتير يعني بيصير عندهم بينشف جسم وفيهم يموتوا من وراء هلنا شايف هيدا من وراء نقص المعادن والأشياء الأساسية بالجسم بسبب هالإسهال الأوي اللي بيصير من وراء الكوليرا والاستفراغ يعني وبيعمل أكيد حرارة متفعة والحيطات بشسم كل هالأمور هيدا يعني نعم اللي بيصير من آية تسامم غذائي لأنه بينتقل بالماء وبالأكل أطعم الملوثة الخضار والفاكرة مثلا اللي مانا مغسل مظبوط أو مغسل بالماء مانا نظيفة نعم وكيف بدنا نحمي حالنا يعني أول شي لازم يصير في تنظيف لكل شبكات المياه للأساطر ينتبه إذا في مطارح هم يكون في مجارية يعني المتواصلة مع الماء بعدين الحالة اللي لازم تكشف عبكير وتنبعث على العلاج عبكير لحتى ما يمتد أكتر وما يصير فيه انتشار لأنه قلتلك بالأول أنه انتشار الكوليرا السريع فمشين هيك لازم نحضه عبكير قبل ما يصير فيه هالوباء بكل الأماكن يعني لازم يصير فيه مثل تجنيد لمنطقة يتعكّر بالذات لأنه هي أكتر منطقة حاليا فيها الوباء وباقي مش موجود بغير مصار نعم شاء الله بدأ المحصورة يعني ما تنتجرها أنا بدي أشكرك ضيفي اليوم الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض المعضية والجرسومية دكتور زيلحلو أهلا وسهلا فيك على أمل يعني الدولة اللبنانية تحد من الانتشار بس كمان يعني لحتى هلأ ننظف مجاري الصرف الصحي ويعني ونقوم بكل العنوين يعني مشكلة النفايات اللي عم تتراكم بكل المناطق والنفايات هي تكون سبب للكوليرا ولا غير غير أوباء فلازم مشكلة النفايات كمان اللي أقول حلول سريعة لأنه كمان عم تتفاقم مشكلة النفايات نعم عنا كل يعني التسهيلات ليصير عنا كوليرا كتير مشاهل صحيح عنا التسهيلات ليصير عنا كوليرا على كل حال بدي أشكرك الدكتور زيلحلو اشتركوا في القناة